بالوسط اللي هو فيه، الوسط الرياضي أو أصدقاء لما يطلع معهم يضايق من الوضع اللي يخلي ما يتكلم بطريقة مفهومة جداً خلينا نقول هو حقيقة كله هو واللي نفس حالته حقيقة نفسياً بعض الأحيان شوية يتعبون من هذا الجانب ولكن إصرارهم الكبير على مواصلة الاختلاط من المجتمع احتياد من الجاوزية ولذلك يختارون يعني ألعاب خصوصاً يعني أما هو بالمناسبة أيضاً هو مصور بارع جداً كأبيل الله يسلمت وبالإضافة فوتوشوب عنده يعني قوة جداً منتاز وكذا وهذه كهواية على جهة وكرياضة هو فما أعتقد يصطدم لأنه الجو الحوله حقيقة اللي كرياضة بالرياضة وكذا كمدرب يعني كلش مهتم به حقيقة ودائماً يقول لي يقول لي أنا أحب لي اثنين يعني شخصيته وأخلاقه وبالإضافة كلاعب يعني وهو اشترك مشاركة دولية حقيقة بطولة إستونيا هاي الدولية اشتركوا كل أبطال العالم حقيقة عراقي وهيتي يعني السن وكذا جاب سادس على العالم رائع من مشاركة اثنين وثلاثين باية يعني أحسين بالوضع الرياضي المتميز بي هو فيه يفوق أقران ذكاء واتقاد وقوة وعزيمة هذا الشيء يخلق بداخلك لما نشوف ابنك أكيد أكيد أنا حقيقة وين ما روح أفتخر وأقول ابني لعب المتخب السين البطل كذا أفتخر بي بعدين هو صار عنده هسة معجبين حقيقة يعني من دار روحان وياه مكان اللي ناس متابعين اللعبة من يشوفوا حتى ياخذون وياه صور وصلت مرحلة من المراحل كوالد حسين أنه قلت خلاص أنا تعبت بعد ما أقدر أكمل مع ابني يلا خلست أسلم للوضع الحالي لو ما صارت عندك هاي الحالة هو بالعكس هو يعني ابني صحيح بس صادقته صار صديقي وحقيقة ومشكورة حقيقة زوجتي بتعاونه وياه بهذا الجانب تحياتنا الهي مهيئي لكل العواني النفسية وكل ما يحتاجها حقيقة نعم الحمد لله بحالة حسين يعني أكو كثير مستشفيات وأكو كثير أماكن متخصصة بهذا الموضوع تحديدا ما حاولت أنه يتخلص من هالوضع الصحي اللي هو تعرض منك هو حقيقة زارع قوقعة هذه القوقعة زراعتها بدولة الإمارات طبعا ومشكورين مساعدون بهوائي أمور حوله وكانوا متعاطفين وياه أيضا والحمد لله فزارع لقوقعة بس السينمارتة إجا متأخر بزرع القوقعة تدرين ظروف البلد وكذا فعلا لازم ما يتعدى سبع سنين بالضبط فهو زراحها متأخر وبالرغم من النوعية كلش منتازة وجيدة ولكن السينمارتة بس هو وصل الصورة إلى مرحلة أنه حتى دراسيا صف سادس يعني هذا فالشي أم